بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة بتقول رمضان على الأبواب خليني أسألك سؤال إنت جاهز لرمضان؟ إنت مستعد لرمضان؟ يعني وحتعمل إيه؟ وخطتك إيه؟ وجاهز من دلوقتي؟ أنا عارف إن بعضكم بيقولي عامل لسه على رمضان كم يوم يعني لسه أكتر من أسبوع وإنت جاي بتقول لنا جاهز لرمضان لما ييجي رمضان؟ لا يا جماعة ما ينفعش أنت عايز أنت عارف الناس كلها بتعمل إيه؟ تيجي الناس يوم واحد رمضان يلا يا جماعة ننزل نصلي تراويحه يلا نشده يلا صيامه يلا بقى نقرأ قرآن ويلا نعبد وبعد أسبوع كله يروح بيتهم أنا عايزك تفتكر المساجد بتبقى عاملة زي في رمضان أول أسبوع زحمة والناس بتصلي برا المسجد وبعدين يبدأ المسجد يفضى 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 العشرة الأوسط من رمضان يفضى يجي العشرة الأواخر ويتملي على الآخر في الليالي الويترية عشان ليلة الأدرق ويفضى في الليالي الزوجية رمضان مش كده هو رمضان على بعض يا تاخدوا على بعض أنت عارف إيه المشكلة؟ أنا حديك مثل من الكرة عشان الناس اللي بتحب الكرة إيه رأيك في فريق دخل كاس العالم وبيلعب أو بيلعب في اليورو في كاس أوروبا نزل البطولة من غير ما يتمرن قبل البطولة دخل كده وإيه بقى وكلهم حماس وعايزين بقى يكسبوا بس ما تمرنوش فتكون النتيجة أن يحصل إيه؟ كله بقى الإصابات ومن تاني ماتش على طول بقى ونص الفرقة تركن وبقى إحباط ويتغلبوا يعني أنا عايز أقولك إيه؟ هي نفس الفكرة الأسبوع الأخير ده قبل رمضان أسبوع إعداد يعني عايزني أعمل إيه؟ يا عم أعمل عباتين ثلاثة كده مع ربنا يعني زي إيه؟ يعني طلع صدقات الله صدقك كده أقول بنيت إن أنا أدخل رمضان لو عندك زنب كبير قول يا رب أنا حتوب منه وأبدأ معك صفحة جديدة لو ما بتقراش قرآن خالص ابدأ قرأ شوية قرآن علشان على ما تدخل رمضان مش تبقى كده لسه من الصفر خالص صلي لك ركعتين بالليل عادي إنتي وجوزك واقر شوية قرآن ادعي شوية بلاش يا سيدي عندي فكرة تانية سهلة قوي هتورقوا ألم وكتب هتعمل إيه مع ربنا السندي في رمضان عشان ربنا يخليك تدرك ليلة القدر ويستجيب دعائك ويغفر زنوبك هتورقوا ألم أنا حعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة حسأل على إعمامي أو حعمل عزومة لعلتي كلها عشان صلة الرحم وحرد يا بو يا أمي وعندي دعوات حدعي ربنا أنه يحقق هالي واحد اتنين تلاتة حكتبهم وحقر القرآن حختم السنة دي ختمة أو ختمتين وحطلع مبلغ كذا علشان دوا يكون لربنا في رمضان فتبقى عامل خطة وتاخد الورقة دي تخطها في محفظتك أو تعلاقيها في قطك فتبدأ تبدأ تستعد نفسيا لرمضان استعدوا يا جماعة استعدوا عشان رمضان ده شهر المغفرة ورحمة استعدوا عشان ربنا يعتقنا ويعفو عننا ويستجيب دعاقنا ويبلغنا ليلة القدر الموضوع محتاج إعداد عشان كده النهاردة في بسمة أمل بقولك يلا نستعد كلنا شكرا والسلام عليكم ورحمة